موسيقى 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 عندما تواجهه فريقا كبيرا مثل الرجاء عليك احترامه لأنه يستحقه ذلك وقال لعب أمازورو الجنوب إفريقي كيغان بوغنان أن فريقه متحمس لمواجهة الرجاء في أولى جولة دول مجموعة عصبت الأبطال وسترح متوسطة ميدان أمازورو لأحد إداعات جنوب إفريقية لمشاركة المرة الأولى في دول مجموعة عصبت الأبطال ستكون تجربة رائعة بالنسبة لنا نحن متحمسين وقد تطلعوا الخوض لمباراة الأولى ضد الفريق المغربي وضاف ملكة واجهة فريق كبير بحل فريق الرجاء خاصة تحترمه حيث وقت سحق ذلك ووصل في الملعب خلال 90 دقيقة سنحاول اللعب بخطة ديالنا لتحقيق نجيجة جيدة ثم اخترت ملعب أمازورو حديثه بالقول كنحتاجوا لخبرة في حالة المباريات ولكن اللعبين اللي مشاركوش من قبل في دولي أبطال إفريقيا سيكون عندهم تحدي أكبر لكتشاف المسابقة مارك فيلموتس علينا التركيز جيدا أمام أمازورو الذي سيلعبه دون ضغوطات وقال مارك فيلموتس مدري بفريق الرجاء الرياضي أن المجموعة الرجوية ستسعى لتحقيق الانتصار في أول جولة نضع مجموعة عصبت الأبطال ضد أمازورو الجنوب إفريقي وضاف فيلموتس في صراح خلال ندوة الصحفية لتلاتة حسة تدريبية الأخيرة لنصر الخضر مباراة في غاية الأهمية ونحن جاهزين لها قمنا بضم مجموعة وجوه جديدة القائمة والسقر الاختيار على حريص مرمى ولعبين بمركز دوجوم نحن في حاجة لتدعم هذه المراكز وزاد تحضيرت مرات تفضيل الأجواء رائعة والفريق جايز لانتصار حيث هو الخيار الوحيد عندنا طالما أننا كنلعبه داخل ملعب ديالنا وتابع فيلموتس رجعنا اللعبه بعد فترة توقف طويلة بسبب قأس أفريقية اللي اتقامت بالكاميرون كنحاولو ضبط الإيقاع والوصول لمساوياتنا السابقة وكنتمنى باش نكونوا في قيمة الجاهزية حيث خستنا تركيز أمام أمازورو لغي العبدون ضغوطات أمامنا الرجع الرياضي يزير من لائحتي كل من الأزهاري بوسان وبنحاليب ليؤهلوا لعبين الجدد وواجه فريق الرجع الرياضي مشكلة جديدة في تأهيل لعبين الجدد إذ بعد ما كان حصل على موافقة لجنة مراقبة مالية الأندية على الصفقات اللي أبرمها في فترة انتقالت الشوية الماضية تفاجر أنه ممكن لي تأهيل ثلاث لعبين لكل لائحته مكتملة وحسب مسؤول رجاوي في المكتب موسي للفريق الرجع قام بإزالة كل من أزهاري بوسان وبنحاليب من لائحته بتي تم تأويدهم بكل من حريص مربح غاية ويونس مختار وابتصامات البداوي وضف المصدر نتسه أن الأمر مضبوطة في النادي وكيبقى فقط مرسلة الجامعة الملكية من أجل إزالة اللاعبين المدكورين من لائحة ومغيتهم في بداية الأسبوع المقبل وكان عمر بوسان غادر فريق الرجع الرياضي صيف سنة 2019 الفريق نجم الشبب في انتقال نهائي بعد خلاف مع أحد المسؤولين في عد الرئيس السابق سعيد حسبان ورجع في المركاتو الصيفي الماضي لكنه محداش بفرصة توجود رفقة الفريق الأول الأمر نفسه كينطبق على سوفيا الأزهاري اللي يتعاقد مع الفريق الأخضر في المركاتو الصيفي قادما مصوف فريق الرشاد البرنوسي اللي كيمارس القسط الموطنية الأول هوات وضل بعيد على الفريق الأول وملأ بحثة مباراة رسمية طبيب الرجع يزوف خبرا صار لجماهيري فريقي بخصوص عودة زنيتي وكشف الدكتور فؤاد الجنيني طبيب فريق الرجع الرياضي على موعد عودة أنا زنيتي نجم الفريق الأخضر للميادين بعد غيابه الطاول بسبب الإصابة القوية اللي كانت تعرض له في مباراة المغرب الفاسي وكشف طبيب فريق الرجع في صراحة إدلابية قبل قيمة الفريق الأخضر ضد ضيفه أمازول الجنوب أفريقي أن أنا زنيتي غيرجع إن شاء الله الميادين ومتصف شهر مارس المقبيل بحيث يخدع الحاليس حاليا البرنامج جهيلي بعد خضوعه في وقت سابق لعملية جراحية من جهة أخرى أكد المتحدد نفسه أن الطاقم الطبيب الفريق الأخضر يبدو الجهود كبيرة للسعادة حميد أحداده في بريس مغوما في مباراة وفاق ستيف جزائري لغتجر الجمعة المقبيل موعد فكاك كنت قريبا من التقال لفريق الرجع الرياضي وفي تفاصيل الخبر ووضح موعد فكاك لعب فريق ناضي تبركان أنه كان قريب من التقال فريق الرجع الرياضي في مركاته 60 المنقضي وذلك خلال مورورو ببرنامج شهو تالي على إذاعة أما فهم وفي هذا الشعن قال موعد فكاك كان تقريب جدا من التقال فريق الرجع الرياضي في مركاته 60 المنقضي لكن إدارة فريق الأخضر وإدارة يوسوفيت برشيد ما تفقش على قيمة الانتقال وضاف تلقيت كذلك عرض من الغريم التقليدي لكن مكانش رسمي وشرف الكاك لأنه بحث خلال المركات طول ماضي الاندي كبير مقدر مبحث على احتراف خارج المغرب بحيط رفض عرض كويتي ضخم حسب تعبيره دائما محمود بن حليب يكشف حقيقته مرضي ويؤكد أنه في جعباتي الكاثير يقدمه وخرج اللاعب الرجوي السابق محمود بن حليب بتصريح الصحفي يوضح فيه حقيقة مرض حوله من أخبار كانت تعلق بإصابته بمرض نفسي كيسبب لي سقوط شعره ودخله في غيبوبة وفند بن حليب الأخبار الرئيجة وأكد أنه سوى إشاعات لأساسينها من الصحة وقال الله يسامح لنشر هذه الإشاعات وشعر بن حليب أنه بصحة جيدة ويأخذ تدريب ونفرادية بشكل جيد كما شدد نفس اللاعب لأنه ناشيري هذه الإشاعات هدفهم الرئيسي هو التأثير على مصاره الكراوي وإنهاءه مبكيرا إلا أنه مغين نشحوش بذلك حسب تعبيره ومغي عطرش إلى عزيمته وإنهاء بن حليب حديثه بالقول أنه فاز مع فريق الرجع بعلقاب كثيرة ووفسين صغيرة وأنه معمره غين نصفض الفريق عليه وبرز أنه مازال في جعبته الكثير بشي قدموه كان هذا آخر خبر رجوي في عدد اليوم جوانال ذا في آمان الله ونتلقى في أخبار رجوي جديدة إن شاء الله إلى بل لكم العمل دي لكي استعد تشجيع ما تنسوش الاشتراك في القناة والإعجاب بالفيديو وتخليوش يتعليق في آرائكم وتشجيعاتكم وحتى انتقاداتكم بدلناها تشجيعاتكم حين نفرار كثيرة في عدد اليوم soong اشتركوا في القناة